نروح بقى للأجواء المحلية نرجع تيني بقى لشكل دوري نايل احنا تابعنا او حتى الان بنتابع يعني الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري ونادي الزمالك في اخر جولة بالرغم ان هو يعني كابتن معتمة جمال كان ماشي بسجل يعني عظيم جدا من الفوز والانتصارات خسر في اخر مواجهة امام المصري امام الكابتن علي ماهر بهدف نظيف ولكن يعني سر تفوق كابتن علي ماهر على كابتن معتمة جمال في هذه المباراة من وجهة نظرك بص هو نادي الزمالك يعني الحقيقة في وضعية حرجة وصعبة جدا انه هو ما فيش قيد وانه كمان ساب بعض اللعيبة اللي كانوا من عناصر التشكيلة بتاعته الاساسية فاننا السكواد بتاعي قل وكمان ما اقدرش اضيف عليه في فترة الانتقالات نتيجة وقف القيد دي مأمورية صعبة جدا لنادي الزمالك لكن بمنتهى الامانة انا قلت من بداية ان حتى الزمالك خلاص عرفنا ان في وقف القيد وبالتالي مش هيضيف على القائمة بتاعته ان نادي الزمالك عنده باللعيبة اللي موجودة القدرة على انه هو يفوز بالقاب السنة دي حتى لو ما كانش الالقاب دي هي الدوري لان الدوري مشواره طويل شوي طبعا اصعب بطولة لأي نادي مصري هي الدوري لانه بيلعب 30 مباراة بيلعب كل المستوات اصلاف طويله بيحصل تغيراته لعيبة بتتصابه مدربين بيدغيره لكن بالنسبة لنادي الزمالك بالذات عنده اللعيبة اللي تقدر تأدي ادوار دلوقتي في قصيرة المدى يعني انا مثلا بشوف ان الزمالك عنده بطولة قريبة انه هو ممكن يقدر يفوز بيها اللي هو الكاسي القديمة ناقص له مباراة نهائية مع الزمالك انا بشوف ان في المباراة الزمالك اهلي والزمالك اللي كانت المفروض انها تكوني يوم 15 فبراير لكن هتبقى الوقتي في مهاب الريح لان انت عارفة المعاد ده كان المعاد اللي حيلعب فيه الاهلي والزمالك طيب الاهلي حيكمل في كاسة عامل اندية مش هيقدر يلعب مباراة في الجولة الرابعة مع بلوزداد فالمباراة دي مفيش حل ليها اللي هي تتعامل بعد كاسة الامم وكاسة الامم حتقى 11 فبراير يبقى تتلاعب 15 وده اللي كاف اكتر بيه بالفعل النادي الاهلي وبطبيعة الحالة للتحادة مصر فهتبتر ترحى للكاس فعندنا كمان الزمالك بيلعب على اكتر من بطولة بيلعب الزمالك على بطولة الكاس الجديدة اللي لسه ملعبناش فيها ولا مباراة عنده كمان بطولة كاسة الرابطة ممكن يقدر ينافس عليها عنده بطولة بقى ودي الاهم من وجهة تظري الكونفدرالية ليه؟ لانه الكونفدرالية السنة دي اسهل من بطولات اللي بتاعت السنوات اللي فاتت كلها والزمالك فعلا هو افضل فريق فرديا وجماعيا بالمجموعة اللي موجودة دي بين كل الفرق المشاركة في الكونفدرالية بما فيها حتى اتحاد العاصمة ونهضة بركان مع الزمالك هم اقوى فرق بطولة الكونفدرالية من وجهة نظري فانا يشوف الزمالك يحط طرجة اول السنة دي فيما تبقى من الموسم هو بطولة الكاس الكونفدرالية لانها وانا قلتها في بعض البرامج برضو عندكوا هنا في on time sports ان هي الزمالك عنده فرصة انه يوصل لكاس العالم اندية 2025 لو فاز بالكونفدرالية وسقطت فرق كتير موجودة قبله في التصنيف لان فيه بطولة فريق من الفرق الاربعة اللي هتمثل افريقيا في كاس العالم الاندية 2025 في امريكا وكندا والمكسيك اللي هتقام ان شاء الله في 2025 فيه فريق حيوصل من افريقيا بالتصنيف ازا مالك تصنيفه الوقتي على السنوات الاخيرة الاربعة الاخيرة هو نمرة 13 بس عنده فرصة في النقاط لو فاز بالكونفدرالية باسلوب احتساب النقاط احنا يعني مش فيش وقت نتكلم عنه وقته انه يقدر يوصل الى كاس العالم الاندية لو سقطت بقى الفرق اللي هي المنافسة لي على الصعود شكرا كل وهي المرا temps من لكم